اشتركوا في القناة ما يعرفوش ان وحدة لم الشامل دي موجودة في الازهر وديت ايه وليه وفي تعمل ايه خلينا نعرف في الناس اكتب تمام اولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم من ولاه والتبا وداهو بعد الازهر الشريف مش بعيد عن الناس يعني مش هو في ودي والناس في ودي الازهر الشريف بينزل لواقع الناس لمشاكل الناس ايه اللي بيحصل مع الناس طبعا المركز الفتوى في اكتر من قسم من ضمن الاقسام دي قسم الاحوال الشخصية تمام انا اتصل على الشيخ عوز فتوى في طلاق في زواج في راجعة في اي مشكلة يعني اكتر حاجة فتاوى في رمي اليمين اه طبعا يعني ودي مشكلة اه فتحصل لنا يا شيخ انا جوزي يقلي كده ابي يا مولانا انا والله قلت لزميلي في الشغل علي الطلاق مثلا من مراهي الحتة الفلانية اه دي حكمها ايه فبيقول لي يا مولانا انا في مشكلة مع زوجتي بقى انا اعمل ايه فمن كثرة اتصالات الناس مع القسم ده بالذات حسنا ان في مشكلة فعلا في الواقع المصري ايه وطبعا لما جبنا احصائية احصائية الطلاق في الواقع المصري احصائية كبيرة جدا احصائية تخوفة والمجتمع ظهرنا مجتمع آمن لأسرة آمنة بالمجتمع آمن صح أسرة متفككة أسرة متشتتة أسرة عندها مشاكل بالمجتمع في مشكلة صح فعملنا وحدة لم الشمل خدناها من قسم الأحوال جت من هنا من كتر المشاكل اللي بنشوفها والاتصالات اللي بتجيلنا فعدنا لمنا كده قلنا لا في كارثة في حاجة غالط طبعا جت من هنا جت من هنا شيخ احمد الطيب حافظه الله شيخ الأزهر قال لا لازم حل نازم نشوف ايه اللي بيقدر للمشاكل دي ونحلها فقدت من هنا وحدة لم نشمل وده يعني مبدأ مبدأ قرآني أصيل يعني احنا مش واخدينه كده احنا واخدينه من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى الله سلم ربنا جل جلاله وتعالى في علاه تخيلي بيصلح بين الناس الله تبارك وتعالى في علاه يصلح بين الناس ازاي ازاي في الحديث احنا خدناها من كده خدناها من خلق رباني خلق إلهي عمى بالله خلق نبوي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلق غيره من الأنبياء والصالحي ربنا في يوم القيامة فيه اتنين متخصمين واحد ظلم واحد في الدنيا واحد خدحة واحد واحد ظلم أخته واحد ظلم ابن عمه قريبه جاره صح فأنا ليه حق وانت عليك حق فربنا عاوز يصلح بينهم ربنا مش عاوز دخل الظالم ده النار عاوز دخل الاتنين الجنة فيه يعملين ايه فيقول الله وتبارك وتعالى للمظلوم اللي ليه الحق ارفع راسك فيرفع راسك كده فيبص هيلاقي قصور ذهب قصور من فضة حاجة حلوة جدا نعم بقل يعني جنة فيها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على أقل البشر الله أن نكون من أهلها الله إن شاء الله يا رب فربنا يقول له أرفع راسك فيشوف يا رب ايه ده ايه ده ان عنده ايه الحاجة لمين ده يا رب قال له لمن يملك الثمن للي يملك التمن بتاعه تمام يا رب ده أكيد اللي يملك التمن بتاعه أكيد نبي رسول حد كبير قوي أولياء اللي هزتلحين يقول الله له لا أنت تملكه أنا عبد ضعيف أملك التمن ده كله قال نعم أنت تملكه بماذا يا رب رب قال أنت عفو عن أخيك تسامح أخوك أخوك اللي عمل معاك المشكلة في الدنيا دي تسامحه وتعفو عنه طيب ندخل بقى للمشاكل يعني أهم المشاكل أو أكبر المشاكل أو أغرب المشاكل اللي جات لك في وحدة للم الشمل وبتحلوها كيف حدث مين أكتر بيسمع الكلام الستات الرجل بس أنا أريد أن يدخل في التفاصيل يعني أنا أموت في التفاصيل يعني أحكي لنا كده إيه اللي بيحصل في وحدة للم الشمل لأن إحنا عندنا صندوق مشاكل هذه لحضرتك وحضرتك ماشي أكيد طبعا هو المشاكل المتعددة وما فيش مشكلة هي المشكلة وهذا مع كل الناس يعني فيه لكل أسرة مشكلة زي لكل أسرة مشكلة زي مثلا العناد العناد ودي مشكلة مشكلة عند الرجل وعند الست العناد وحش مش كويس من الطرفين لا من الزوجة ولا من الزوجة طب انتم بتتصرفوا ازاي بقى في العند لأن فعلا العند والكبر وبعد الطلاق ولا اوانا مش هتنازل وهي هتقول ما عافش ايه فبتتصرفوا ازاي بتكسروا ازاي حتة العند والكبر بنصرف فيها من مبدأ قرآني ومبدأ نبوي خلق نبوي الحمد لله احنا يعني المسلمين ومتابعين الحمد لله حضرت النبي صلى الله عليه وعلى وعلى الله عليه وسلم وبنقرأ القرآن الكريم القرآن الكريم مش يعني مش كتاب انا اقرأه اخد حسنات وخلاص لا القرآن الكريم ليه تدبر افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا فربنا بيقول لي يعني في قصة العناد وهو كل واحد متمسك في حقه وانا عاوز والمشكلة مش متمسك بحقه بس عاوز ياخد اكتر من حق اكتر من حق ودي مشكلة برضو او ياخد بس او ياخد حقه هو بس دي برضو بمشكلة من ضمن المشاكلة بتقابلنا ان الراجل عاوز ياخد ما يديش والستة كذلك على الطرف التاني عاوزة تاخد ما تديش ودي مشكلة لأ نبدأ بقى نفهمهم ان كل واحد منهم سواء ست او راجل ليه وعليه ليه حق وعليه واجب ليه حق وعليها واجب فنقول له مثلا ربنا بيقول في القرآن الكريم في سوط البقرة سوط سبحانه القرآن الكريم ذكر سورة كاملة سورة النساء وهذا تعظيم او تكريم للمرأة للمرأة على مر العصور وذكر سورة تانية سماها فوق سورة الطلاق سورة الطلاق لما يقع والعاذ بالله الشقاق او التنازع او الخصومة يؤدي للطلاق فربنا يقول له نتعمل ايه وإيه حقوق الراجل عند الطلاق والست عند الطلاق ايه فربنا في سوط البقرة بيقول لما ذكر الخلافات وذكر الكلمة دي بعد وقوع الطلاق قال الله وتبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم بينكم دي يعني كلمة عظيمة جدا في القرآن الكريم لا انا بسمع الجملة دي في خناقة فييجي الراجل عايز حقوقه فاللي هو انت بقى انت عيرتيني ان انت اديتيني دهبك وان ان انت بقى اللي وراك واللي قدامك وان ان انت اديتيني صحتك فلا تنسوا الفضل بينكم فاللي هو بيقولها بس عشان ان هي عيرتوا بالحاجات اللي هي عملتها طب وانت بعض الجمل في القرآن مصلحة لاثبات مصلحة أنا بس ده طبعا ده للا اتنين لكن انا بشوف يا شيخ محمود ان احنا برضو كمصريين لما بيتحكي قدامي قصص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته يعني طريقة معاملته مع زوجاته طريقة كان بيعمل في البيت ولما كان بيتخاني مع ستنا عيشة ولما كان بيحب ستنا خديجة يعني الحاجات دي انا بتأثر في انا يعني انا لو زوجة وسمعت مثلا القصة فتلاقيني بس كتوبة ده طبعا فهل القصص دي اللي بتدوب يعني تمسكوها مثلا زي برهان طبعا يعني زي مثلا قصة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عيشة غارت عليه ورمت الطبق للأكل قدام الصحابة يعني فهو قال لهم انها تغار يعني صحكوها غارت أمكم غارت أمكم ده موقف دايما نقول للرجالة انت لو ما كانوا انت تقولك ازاي دخلت هانتني قدام صحابي قدام الناس اللي أنا شغال معاهم فأصد هالقصص دي يعني صيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة عيشته في بيته مع زوجاته بتبقى صيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله وتبارك وتعالى وربنا فتح بي قلوب العباد والعباد ربنا أصلح بي بالناس كله ربنا جمع عليه قلوب الناس في مكة والمهاجرين والأنصار والأوس مع نفسهم وهو صلى الله عليه وسلم في بيته احنا كلمسلمين لو شفناه في بيته هنستغرب احنا حالين كرجالة مش بنعمل النبي كان بعونه على زوجاته بزا نهاية او قليل عشان ما مظلمش يعني يعني نسبة بسيطة نبي كان يقعد مع زوجاته في البيت تقول السيدة عائشة زوجاته كان يكون في مهنة أهله يعني مهنة أهله خدمة بيته يخصف نعله النعلي التوع عزاكم والله الشب شب جزمة مأطوعة هو يخيطها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقع ثوبه يعني توبه جيال لبية بتاعته الأميز تقطع هو يخيطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحلبه شاته الشاه يحلبه يشرب اللبن بتاعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم فإذا حضرت الصلاة قامة وكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه السيدة الموقف اللي قلتها مع السيدة عائش لما غارت غارت تخيلي في مسجد في موقف والزوجة التانية تجيب طباق لرسول الله فيضغير يعني غير ست يضغير على جزء ودي لو إحنا والله فهمنا طباع الست مش هنتعب يعني مش هنتعب بالتعب البالي مش هناخد ونهلك كتير طالما أنت عارفة أنت بتفكر إزاي عشان كده نبي عرفوا الحتة دي وتعامل معهم التعامل ليليق بهم إحنا هنرجع بقى تاني لأخلاق سيدنا النبي مع زوجاته لأن هو ده الراجع الوحيد اللي ممكن الستة تسمعه تهدى والراجل يسمعه يهدى وشهدين هنطلع فاصل وهنرجع تاني ونكمل كلامنا عن وحدة لم الشمل وأي مشاكل وأي حاجة عايزين تسألوا عليها بعتونا على صفحة خاصة ببرنامج خليكم معنا ولسه معنا الشيخ محمود عويس عضو مركز الأظهر العالمي للفتاوى الإلكترونية الشيخ محمود عايزين نرجع تاني لحتة وحدة لم الشمل يعني النهار ده احنا مركزين قوي في الوحدة دي عشان الناس تشربها تفهم إن فيه وحدة مهمة بتلم الشمل المشاكل اللي بتجيلكو غير المتطلقين يعني متطلقين خاص اتكلمنا فحنا بنحكي وهدى وهدي ورسوله عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كذا مع امراته صلى الله عليه الصلاة والسلام لكن عليه الصلاة والسلام مشاكل الإخوات في القرث مشاكل الأب والأم مع أولادهم يعني فيه ابن مدمن في البيت عامل مشاكل ومعرفش مينه وبيضرب مامته ايه وبيحصل ايه إخوات بيأكلوا في بعض وبيقتلوا في بعض عشان الورث والفلوس فبتحلوا ازاي ده بتلموا شمل الناس دي ازاي لأن المشاكل اللي فيها فلوس بتكون صعوبة ليه؟ الانسان طبعا مقبول على حب المال انا بحب فلوس اجمع المال كما قال الله وتحبون المال حبا جمع فلما الشمل مش مقتصرة على الأزواج فقط لا لا مقتصرة على اي مشكلة اي مشكلة انا بني وبينا اخويا بني وبينا صاحبي الابن مع ابوه الابن مع ابوه الابن فيه مشكلة عنده في فكره سمع حاجة مش كويسة على القرآن الكريم على السن النبوية المطهرة ففكره خلاص هيروح في حتة تانية فالأب خايف على ما هو انيا برضو الوصف مش مستقرة بالزال فالأب خايف على ابنه أب خايف على بنته فيتصل علينا الحمد لله برضو فيه قسم قسم رد الشبهات على القرآن انا مش فهم حاجة في القرآن الكريم فهم غلط فهم حديث نبوي غلط المشكلة مش في الحديث ولا الآية المشكلة في فهم الآية وفهم الحديث أنا لو فهمت غلط ممكن أقاتل واحد صح وممكن ألوز دماغ وبني آدم كلها بالفهم الغلط وده اللي بيحصل طبعا حاجات كثير ده كمان موجودة في وحدة لام الشم طبعا طبعا ده حاجة حلوة يعني مثلا بنتي سألتني سؤال ابني سألني سؤال في الدين وأنا مش عارفة أرد عليه كويس فممكن يقرأ دين طبعا طبعا ممكن يبعد عن دين وممكن يقول لك إيه ده طب اقنعني دلوقتي وعشان كده في الزمن ده يقول لك اقنعني فأنت لو مش عارفة تقنعي أو أنت أبو ودي الوحدة طبعا عشان كده ما فيش أي ابنك لو أسأل أي سؤال مرحته ما تخليه ليه ثقف لأسيرة لا ما ينفعه تسأل لأسيرة ده تضربه بالزبط أعتقد بطربي عنده حاجة في مشكلة عنده في الدين ده لا يسأل أي سؤال طب حلته مشكلة ورثة قبل كده كبيرة طبعا بفضل الله بفضل الله يعني كل المشاكل اللي بنخش فيها بفضل الله أولا وأخيرا بالتحلي إن شاء الله بإذن الله بيتحلي إزاي أبعا مشاكل الميراث لازم نجمع فيها كل الأطرف طبعا لو الطرف واحد مش موجود ما ينفعش نحل طعيم لأن الطرف ده هو يعني هو ممكن يكون أهم حاجة في المشكلة فنجمع كل الأطرف نجمع الأب والأم نجمع الإخوات ونشوف هما متخانين عليه في واحد رأسه ألف يسيف ياخد الحتة اللي عن نصي يا عم إزاي طب إيه المشكلة طب نعوضك ورق لا أنا عاوز الحتة لعن نصي نشوف الثاني يعني هو عاوز ولا مش عاوز عاوز نعوضه بقع في الحتة مثلا حتة اللي ورق آه أرض مثلا هما متخانين دي أغلى ودي هجبت ونذكره في بعض برضو المشاكل في كتير في الأرياف والقرى منع المراث آه ما بدوش المراث للبناء هو عنده فكرة إن الأب بمات البناء دوله ملهمش مراث لا وانا ما تديش فلوس أبويا لحد تاني لحد غريب اللي معرفوش ده غريب عن من آه ده ما نهاج يعني بعيد عن القرآن الكريم لا ما لوجوش علاقة بالقرآن نهائي ولا حتى بيدي عن السنة نهائي إطلاقا ولا بعيد بأفكار عشوائية كده عرف عرف فاسد حاجة عنا خدناها من غير الدي من غير الإسلام فحنفهمه نقوله ربنا في القرآن الكريم قال نصيباً مفروضة ودي حملة احنا عملناها في المركز تب اتكلمني عن الحملة دي نصيباً مفروضة يعني ربنا برضا في صورة النساء سبحان الله المراث ده الله تبارك تعالى لم يجعله للرسول الله يعني رسول الله هو المقسم هو مقسمش المراث ما أداش الأم السد ما أداش الزوج النصف أنصباً مقدرة رسول الله مقدرهاش الذي يقدره هو الله في القرآن الكريم عشان أنا حكمت خلاص ما فاش حد يجي بعدها يعكم فأنت بتقول ربنا بيقول الزوج له النص له النص لو الزوجة ماتت وملاش أولاد الزوج له النص فتيجي انت تمنع الزوج بنتك أو الزوج أختك عشان ما يخدش الفلوس انت كده متعارض مع كلام الله هل انت ومن أحسن من الله حكم اللي قوم يوقنون عليه صلى الله وبيحكم الحاكمين ربنا هو اللي يحكم ربنا هو الآل دا ليه كده فأنا ليه أتعدى أقول له ربنا والله هو اللي قال وسيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو اللي برضو في بعض المسائل الحكم فيها بك فأنت لو مسلم ومتبع وعاوز مرضات الله وعاوز الثواب اللي عند ربنا وعاوز جنة الله ليه ليه بتعاند ليه بتعديش كل واحد حقه وربنا هيبريك حقك إنت إنت لو عانت وخدت اللي مش ليك هيجي حد ياخد حقك برضو والله وهيروح دين تدين وهيروح وهيروح ومشيبه فيه بركة مشيبه فيه بركة نهائي إنت لو خدت جزئك الرابع ولا التلك ولا التمن دا وعن رضا من كل أطراف ربنا هيبكلك وفي أولادك الحملة دي مهمة جدا فعلا في الأرياف والمحافظات والنجوع إن هي بيبقى فيها العرف دا فهل بتنزلوا الحملة دي بتنزل النجوع والأرياف والمحافظات النائية يعني بتنزلوا البلاد واللي هما اللي لازم يقولكم عملناها عملنا في كل المحافظات بفضل الله في كل المحافظات عملنا طبعا بالتعاون مع قضيات الشباب والرياضة المجلس القومي للمرأة مع الجامعات كل جامعة من الجامعات في مصر غالبا رحناها وعملنا فيها مؤتمرات وحتى مع مع الناس العادية مع الناس البسطاء لازم تجيب مثلا شيخ البلد كبير النجع يعني الناس دي هي برضو بيبقى لها كلمة على بقية الناس بالضبط رحنا مثلا حاجة اسمها الدووين في البلاد الدووين في القرى في السعيد نروح نجمع فيها الناس نجمع فيها الستات الكبيرة نجمع فيها الشباب الصغيرين دي مشاكل وإحنا لو محلناش أو إحنا كأذر شريف أو كوعاظ أو كمشايخ لو منزلناش الواقع الناس مين اللي هينزل لهم صح وإحنا الفكر فضل الله فكر أذر الشريف فكر وسطي فكر مستنير فكر اللي هو أقصى اليمين ولهو أقصى الشمال لهو ما تعبش وما نزلش لأنه هيدا رسالة دي أنا رسالتي رسالتي في القرآن الكريم رسالتي في السنة النبوية أني أنا أجعل الأسرة أني تمشي زي ما ربنا قال تمشي زي ما سيد النبي صلى الله عليه وآله 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 قال فسيد النبي قال أهل خير الناس من هم خير الناس من هم يا شكرا خير الناس هل هو خير الناس اللي هو كثير الصلاة كثير الصيام كثير العبادة كثير الحج لا النبي قال نبي قال خير الناس أنفعهم للناس أنفعهم للناس فطالما أنت نافع للناس نافع لأهل بلدك لأهل قريتك لأهل المحيط بتاعك في شغلك نافع لهم أنت أنفع أهل الناس بتخلي الأسرة كده مطمئنة مستقرة الحياة الحمد لله هادية ربنا عاوزين ربنا مش عاوز تفرق ربنا مش عاوز تشتت خصام منازعة عشان اللي بيحب التشتت والخصام والمنازعة بين أي اتنين مش بين أي زوجين بس إبليس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بسي النبي يحبش كده النبي يحب الألفة يحب المودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لماذا؟ لتعارفوا تعرف تعرف مع كل الناس مع كل القبائل الشتى المحطات الدول أنا مش مقصور على نفسي فقط لغير أنا مسلم رسلتي عامة أنا مسلم مقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى سلم أوصل كلام رسول الله بلغة عصرية لكل الناس فهموه حالاً طب يا شيخ محمود دلوقتي لو أنا عندي مشكلة وكلمت وحدة لم الشامل يعني دلوقتي بيتفرجوا على إيمان والله ده فيه ده ده كويس وهي متخنة مع جوزها ورامي عليها ليمين مثلاً فخلاص هو الرقم إيه بتاع الوحدة 19-906 19-906 19-906 1-9-9-0-6 19-906 ده الوحدة وهتلاقوها كمان قدامكم في التقرير لكن أنا كلمتكم وقلتلكم أنا جوزي رامي عليها ليمين ومبهدلني وما بيصرفش على عياله وحد يعني هو مش هيروح طب هو هيرفض انه هو يروح القذر لو انتو كلمتوه والله يقولك مش فاضي وبتاع مش هيروح بتوصلونه ازاي ايه اللي بيتم اللي بيتم اللي معاه مشكلة قدامه حلين ايوه الحلول دي لأنا عايزة وصلها اللي هو يم يتصل بنا على الرقم ده 19-906 ويحكي مشكلته ونحدد معاه معادة ازاي دي للمرحلة او حل الاول الحل التاني طبعا على الانترنت تخش تكتب بوابة الازهر الالكترونية بوابة الازهر الالكترونية هتخش عليها هتلاقي وحدة لما الشمل هتخش عليها هتلاقي تطلع عندك استمارة سواء الزوجة او الزوجة اللي عنده المشكلة يعني او الطرف الاول هيكتب اسمه طب خلينا ده احنا عرضينه اكتر في التقرير ونرجع افهم لو واحد متملص انا مثلا طليقي هربان ومش عايز يجي يقعد معاك هنعمل ايه خلينا اول شيخ محمود نطلع التقرير ده صورته الكاميرا يحكي ان من داخل وحدة لم الشم عشان نشوف بقى على ارض الواقع العمل داخل الواحدة شكله ايه؟ عشان نطلع وحدة لم الشمل انشأت في سنة 2018 وحدة لم الشمل تُعنى بالخلافات الاسرية والمنازعات بين الناس طيب وحدة لم الشمل تم انشأها للاقتراب وللحد من انتشار فوضى الطلاق فعندنا حاجة قسم اسمه قسم الاحوال الشخصية والمواريث قسم الاحوال الشخصية بيستقبل اغلب الاتصالات يعني لان المركز فيه خمس اقسام فقسم الاحوال الشخصية اغلب الاتصالات التي ترد الى المركز في الاحوال الشخصية يعني في المشاكل الاسرية اللي هي بين الزوج والزوجة واحدة لم الشمل بيكون فيه بالفعل جلسات بين الزوجين بيحضرها لجنة متخصصة من المفتين والمفتيات المفتية طبعا امرأة زيها بتبقى فهمة نفسية الزوجة وبتقدر توصل لاهم قرار بالنسبة لها او كل اللي جواها من ابسط الطرق واسرعها يعني هي اغلب المشاكل اللي نقدر نقول كده يعني حوالي 80% مشاكل اثرية زوج وزوجة هيترتب عليها ضرر نفسي عند الزوج وعند الزوجة وبالتالي عند الاولاد قصر المفتين لنساء دورها مهم جدا جدا في المركز عندنا لان هي اللي بتتلقى اتصال بالمرأة فالمرأة اكتر حد بيبحث بالمشكلة وممكن من خلال اتصالنا بيها وكلامنا معيها نحل المشكلة اصلا من غير ما توصل لوحدة لم الشمل ولما بتوصل لوحدة لم الشمل احنا بنساعدها انها توصل لخيارات كتيرة جدا تحل بيها مشكلتها بنفسها وبنساعد الزوج كمان على انه يتفهم طبيعة زوجته احنا طبعا كسايدات بنبقى مستويبين طبيعتها فبالتالي بنقدر نوصل للزوج اسهل طريقة يتعامل بيها مع زوجته وازاي نوصل لها كمان حسن انها بقى وطرق كتيرة جدا واراضي وسط كتيرة جدا بين زوج وزوجة لحد المشكلة ما بتتحل بسهولة بإذن الله عندنا التوصل بسيط جدا من خلال الرقم بتاعنا 199-06 بنقدر نتوصل مع وحدة لم الشمل وموجود حاليا عندنا بعد التطوير في وحدة لم الشمل لعملنا أبليكيشن حضرتك ممكن تكتب وحدة لم الشمل على جوجل بيظهر لحضرتك صفحة موجودة على بوابة الأزهر الإلكترونية بنسجل بيانات بتاعت الزوج وبتاعت الزوجة وبيتم التواصل معاهم من مشيخة الأزهر هنا لتحديد موعد حتى يرأت إلينا الزوج والزوجة وان شاء الله بنقعد معاهم وان شاء الله ربنا بيجيب الحل ان شاء الله المركز كله تواصل معاهم من 1906 بعد كده بيختار على حسب المشكلة بتاعته لو كانت قسم فتوى النساء هي برقم 6 وحدة لم الشمل رقم 7 وغالبا النساء برضو بيردوا على مشاكل بحدة لم الشمل لزي المعطر حريطك أكتر حد بيتصل هو المرأة تبع مستشعرة لمشكلة أكتر من أي حد تاني سواء كانت مشكلة بين زوجين أو حتى مشكلة ميروس ممكن الزوجة هي المقدمة ومش عاوزة تقول للزوج أنا اللي قدمت فبالتالي نتواصل مع زوج وزوجة بنحدد موعد ويجوا يشرفون أو إحنا نروح لهم وده متاح والخدمة دي مجانية من مشاكلة الأظهر اتصالات كلها خاصة جدا بمنتهى سرية ما حتشرف عن أي حاجة ما حتش بيسمع المتصد غير المفتي أو المفتية اللي بتكلمها بيبقى فيه أمانة جبيرة جدا في الاتصال حدث لما الشمل وزي ما أنتو شايفين يا ستات يعني تقدر يتكلمي براحتك تقدر يتقولي كل اللي في قلبك كل أسرار اللي هي واجعة قلبك وإن أن أنت مش عارفة لا تحكيها لولدتك ولا تحكيها لحد في البيت في ست بتقدر تستقبل منك التليفون وترغي معها براحتك وتحكي لها كل مشاكلك يعني الستات اللي بتبقى محرجة وده طبيعي طبعا أنا ست ممكن فيه حاجات أسرار عندي أكسف أقولها الراجل ونفس الحكاية الراجل الزوج ممكن يبقى مش عايز يتكلم مع ست مش طايق الستات عايز يتكلم مع راجل زيه فحلو ده شيخ محمود إن يبقى فيه برضو ستات بتستقبل تليفونات وهي اللي بتتكلم في المشاكل دي ما يبقاش كله رجالة طبعا وده من توجيهات برضو اللي من الأكبر الشيخ أحمد الطيب لازم عنصر المرأة يكون عنصر فعال وفعلا فيها أسطيلة خاصة بكل ست ما يبقاش مثلا أو هي بتحرج آه لا لا طبيعي أنا ذات نفسي يعني لو أنا اتصلتها بعايزة ست تتكلم معي أو هي طبيعية مثلا مش بتحيب لتتكلم بالزبط وجند ده أسرار بتها وجوزها وحاجات حساسة وزي ما يعني المشاكل دي كلها كلها بتكون فيه سرية تامة جدا جدا يعني الزوج والزوجة جم ومشكلة الحمد لله بفضل الله انتهت ومضوا على على تقرير أو على حاجة كده بنمضيهم على أن هم الحمد لله على كل الشروط والبنوط دي هم توافقوا عليها أو وفقوا عليها إحنا بأكيد أصلا بننسى خلاص يعني كأن هم أصلا ميجوش ده أكيد يعني إحنا أكيد بالنسبة أننا إحنا أكيد موسقين بالضبط كده الأظهر الشريف أن دي سرية تامة وفيش كلها حي بس فيه نقط كده هنقولها سريعا رقم واحد إحنا عرفنا إزاي ببتصل وإزاي بقول مشكلتي رقم اتنين ستات أو رجالة رقم تلاتة أنا سمعت في التقرير أن أنتم ممكن بتروحوا للناس البيت مجان طبعا يعني يعني ما فيش فلوس نهائي أصلا بفضل الله يعني عاملين الحاجة دي لله بس دي مكلفة يعني هل أنتم مثلا واحدة تلمي الشمل لو أنا سكنة في البحيرة ولا في كفر الشيخ ولا في أسوان ولا في الأسر وعندي المشكلة هتجولي لغاية الأسر بفضل الله بفضل الله بنروح أو مثلا بنشوف بعض الزملاء بعض الزملاء مثلا عايشين مثلا في المحافظة دي أو هم قريبين من المحافظة دي فبيطلعوا بتكليف من الشغل بتكليف من العمل 四مان 스트�veda هم ماريحين رسمي لحل المشكلة هادئة آه يعني وحدة لم الشمل مش في القاهرة بس مش في القاهرة بس في كل محافظة فيها مقر لوحدة لم الشمل في كل محافظة طب اسمعوا يا جماعة أن دا خبر حلو يعني الناس فأكرا أن وحدة لم الشمل دي في الأظهر عندنا هنا في قاهرة فلكن لا في كل محافظات مصر هتلاقوا فيها وحدة لم الشمل اسألوا وبالتحديد برضو في كل منطقة أزهرية في المحافظة موجود المقر يعني في كل محافظة في منطقة أزهرية في المنطقة الأزهرية دي موجود مقر وحدة لم الشمل وموجود موجودة كل يوم يعني غالبا من الساعة 8 أو الساعة 7 بقى الساعة 4 أو الساعة 5 المغرب موجودة الحمد لله يسمى مشاكلين الناس المشكلة اللي قلنا عليها قبل الفاصل لو أنا حكيت كل مشكلتي وجوزي متمنع يعني لا هيروح الأزهر ولا هيشتكي يعني ولا هيحكي هتوصلوله ازاي بتعمله ده هيكون غالبا قليل هو فيه كده فيه بس بيكون قليل بنحاول نصله بأي شكل بتقصره عليه ازاي يعني مثلا لو هو موظف في شركة هل بتكلمه مدير الشركة لا لا بالاخل رقم تليفون هو مثلا متمنع طب انت ايه الأسباب اللي عندك اللي مخليك تمنع مش عايز مش عاوز ايه يعني انا برد عليك زيه يعني انا بديك مثالي يعني يعني يقولك معلش يا سينا شيخ معلش يا مولانا يعني ابعدنا عن الموضوع ده انا مش عايز اتكلم هقولوا حديك حاجة انا شيخ برضو صادر واسع جدا اه انا ممكن اقعد معاه اسبوع بتاخد بتهدي وتتصل اه طبعا انا عمري مهامل شيخ محمود انا بشكر حضرتك جدا بوجودك معنا النهاردة وحقيقي مش عاوز انا بس كمان اللي بشكركم ده مصر كلها بتشكركم على المجهود المبزول في وحدة لم الشمل في المجهود المبزول من القلب من القلب يعني اللي بدون مقابل عشان نلم شمل العيلة المصرية نلم شمل الأسر المصرية ويدي رسالة كل شيخ او كل واعز او كل واحد عاوز رضا ربنا ورضا حضرة النبي زي ما قلنا الحديث النبي والشريف خير الناس انفعهم للناس طالما نافع لبلدي لأهل عيلتي لأهل الجمهورية كلها البلد العالم كله مشكلة خاصة اكتر حين اتقربي خير الناس انفعهم للناس وده كمان يا شيخ محمود بقوله للناس كبرات العائلات الكبير اللي ما بقاش كبير لا نرجع تاني لان انت ليك دور الازهر ما ليه دور كمان العائلات عندنا اللي كان دايما نقول لك اجيب الكبير بتاع العائلة طبعا اشوف مين كبيرها مين كبيره فنرجع تاني لان ده عمل بتاخد عليه ثواب ان ده انفع الناس يمكن احنا مش هنصدق لما بنسمع الدين بيقول ايه وصدنا النبي كان بتصرف ازاي فان انا اصلح بين ابني وامراته ومش عيب الحمى ان انا ما بخليش بيت ابني يتخرب ده مش عيب ده بالعكس لان انت بتاخدي ثواب ودي رسالة رسالة في دننا يعني فيبقى الشيخ الازهر الشريف لدور احنا كمان لنا دور الاب والام الكبار وكبرات العيلة ليهم دور كلنا لو جمعنا كلنا وبقينا ايد واحدة محدش هيقدر علينا شكرا يا شيخ محمود نورتيني النهاردة اكرمكم الله وبركة الله فيكم الله يخليك مشاهدينا شوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله وكنت معاكم ايمان مختار يوحكى ان كل يوم اتنين ساعة سبعة يوحكى ان على شاشة القناة الاولى شكرا